اشتركوا في القناة هيختاروا المرشحين بتاعهم ازاي هيميزوا ازاي بين التعارات السياسية معنا النهاردة صاحب المبادرة وهو الاستاذ ياسر حماية المستشار الاعلامي لمبادرة انضم رينا صباح الخير يا فهد يمكن في البداية زي ما قلت مبادرة ايجابية ومبادرة توعية سياسية والفئة للأسف انا بقول للأسف ان هي مهماشة في مصر ومصمه البقم عايز اعرف ازاي تم التفكير لها ده اتجاه من ضمن اتجاهات الحملة هو الرئيس الحملة دكتور واي الغرياني لما فكر في البداية هي اللي اسمها انضم لينا لعمار مصر ثقافيا لقينا المشكلة الاساسية في مصر هي مشكلة الثقافة الناس ما عندهش ثقافة الانتخاب يعني ايه ما عندهمش يعني ايه ثقافة انتخابية يعني ايه تميز ما بين مرشح ومرشح ايه فكرة الاحزاب بتدور حوالين ايه كل حزب ايه جدواله او ايه برنامجه الانتخابي بحيس ان هوا يا طارب من ضمن الاتجاهات اللي احنا مشينا فيها اه لقينا ان في فئات في مصر جدا بتوع العشوائيات ما عندهمش ثقافة يعني اه مش المبادرة مش بس سموا البكمة اه الاتجاه بس يعني احنا بدينا بالاتجاه ان احنا علقينا فيه تلاتة ونصف مليون اه اه بكم عندهم حق الانتخاب وعندهم حق كتير جدا انسانية اه مش مستخدمة في مصر او مش مفعلة اه بتراية فعلية اه حاولنا من خلال اه جامعية الصم والبكم ان احنا نعمل عملية اه التوعية سياسية للمجموعة ديت اه بقولك لقينا حوالي تلتمائق اه يعني تلاتة ونصف مليون اه سموا ابكم اه عملنا اجتماعات مع اه اعضاء الجامعية والمشرفين عليها حاولنا ان احنا اه عملنا سواء عملنا اه دورات تدريبية في قلب الجامعية نفسها او في التماعات اه دي بداية المبادرة وكانت فيها مرضو مجموعة من الفنانين احنا حاولنا ان نستقبل مجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي هم المحبوبين بالنسبة للعاديين والزول الاعاقات الخاصة كمان زي مين يا فنان؟ اه عندنا غدا رجاب غدا ابراهيم اه دي مطربة اسمها ايم اه جديدة اه في الفنانة جنات الفنانة ايها بتوفيق عندنا يعني في ناس كمان يعني فنانين لبنانيين داخلين معنا برضو في المبادرة اه لسه يعني في الاتفاق معاهم اه حاولنا نستخطب كمان من السياسيين يعني عندنا الاعلاميين موجودين اه استاذ باسيوني علاء باسيوني ومجموعة من السياسيين كمان حاولنا نخاطب اعضاء مجل الشعب اللي هم هيرشح نفسهم او المرشحين للرئاسة زي عمر موسى زي حمدين صباحي زي دكتور البردعي بحيث ان احنا يعني نلم اكبر مجموعة يعني احنا لقينا ان الفنانين والسياسيين كل واحد فيهم بيستخطب مجموعة كبيرة جدا من اللي هو اللي شعبية معينة فاحنا حاولنا نستخطب جميع الفئات سواء فنية او سياسية او اقتصادية بحيث ان احنا نقدر نجمع اكبر عدد من من افراد الشعب حوالين واحد معين وهو يقوم بعملية الارشاد السياسي او الارشاد الاجتماعي والثقافي للمجموعة دا طب التوعية بتتم ازاي وايه شكل التوعية اللي بتقدم لهذه الفئة المهدومة في مصر اولا حضرتك حاجة احنا عملنا مجموعة من الاعلانات التلفزيونية ومجموعة من الندوات كان بالتعاون مع جمعات سم والبوكم بحيث ان احنا المضيف بيدي الندوة السياسية وبيقوموا بعملية الترجمة باللغة الاشارة لعبارة سم والبوكم عملنا اتدربنا خدمة مجموعة من القيادات اللي هم بيشرفوا عليهم في الدورات التدريبية عملنا لهم كرسة اعداد سياسي بحيث ان احنا نعرف نعرفهم يعني الاحزاب السياسية والمختلفة والانشاطة السياسية والحقوم كمان يعني علمناهم ازاي انتخبوا ازاي الصوت يبقى باطل يعني يعلموا على الصفحات ازاي ازاي يختاروا اعضاء والمرشحين نفسهم يعني انا اقولك حاجة ان فيه منهم الناس بتاع تقرأ يعني يعني ممكن يقروا او يكتبوا يعني فممكن يخش على النت يقروا البيانات بس هم اما بيتكلموا الصحيح بس فيه وسيلة تعبيرية ما بيقدروا يتوصلوا بيها يعني سواء بلغة الاشارة او من خلال اراية او من خلال المدارس الخاصة اللي بتعلم لغة الاشارة والدراسات المختلفة للعادية يعني تمام عملنا حاملة كمان في عز الاحداث بتاعت مجلس الوزراء او في عز الاحداث السياسية عملناهم حاملة توعية يعني تبرع بالدم سألنا طبعا في المركز التبرع وبالدم ايه صحتهم الجسدية بحيث ان هما قادرين على التبرع ولا لا فالفجيئنا ان هما عادي جدا ان هما ممكن يتبرعوا وعادي ممكن يشاركوا في اي انشطة بياخد منهم الدم وكان فيها الفنان رمى وحيد والهم واقدي ملكة جمال مصر ومجموعة من الفنانين والفنان غدا رجب برضو عاوز اقولك احنا لمنا مثلا الف كيس وده الف كيس ده عدد كبير جدا في الوقت بتاع الاحداث الجارية ساعدت كتير داس من المصابين وساعدت كتير ناس من اصحاب الاصابات اللي حصلت انا بس عايز اعرف هل في سن معين قدمتوله التوعية دي احنا عملنا يعني هو فيه من سن بيبدأ مثلا من ستاشر او من ستاشر سنة اللي فيه ناس عواجيز يعني عندهم الحملة فاحنا اخترنا الفاعة العمرية ما بين ستاشر سنة وخمسة وتلاتين سنة تمام بحيث ان هما يعني اكتر شبابا واكتر ان هما ممكن ينزلوا ولقيت منه مستجابة فيه كتير جدا ده متحمسين جدا المشكلة ان المجموعة دي مش عارفة اتعبر عن نفسها كويس مش عارفة حد كمان يعبر عنها اه بالزبط يعني حتى صوتهم صوت يعني مش معنى صوتهم بتشطلع ان هما يعني مش قادرين يعبروا من خلال الوسائل الاعلامية ومن خلال الحملات او المشاركات الجامهيرية عن صوتهم عندهم قدرات ابداعية كويسة جدا عندهم معارض فنية وعندهم ابداعات كتيرة جدا بيعملوها عندهم مشاركات سواء في التبرع وبالدم عندهم مشاركات اجتماعية او تنظيم مؤتمرات او تنظيم يعني عندهم الطاقات كتيرة جدا وعندهم حاجات كتير نفسهم يحققوها بس مش قادرين المجتمع المصري مش قادرين يديهم الفرصة دي فاحنا مديني يدينا ليهم بحيث ان هما يعبروا عن نفسهم كويس جدا طبعا طيب خلينا كمان نقول ان اكيد لما روحت لقى حضرتك عشان تخاطب قدرت تسموا لباكم اكيد فيه طلبات تانية او اكيد فيه حاجات تانية مفروض نلقي عليها الدوق غيرا طبعا المبادرة كبسة جدا في حق الانتخاب وان هما زي يعرفوا يميزوا بين الاحزاب والمرشحين وكلام ده كله بس اكيد فيه طلبات تانية اه 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 بصبت اه اهم محتاجينهم ان هما يعني انت عارفة اثبات النفس اه يعني هما ما عندهمش اه نفسهم ان هما المجتمع المصري يعترب بيهم اه دي اهم حاجة ويعترب بحققهم اه مشاكلة عقق نفسي كبير جدا بالنسبة لهم اه عاوزين صوتهم يطلع عاوزين اه يشاركوا مشاركة فعالية سواء في الانتخابات او في الحياة العامة اه في اه عندهم قدر مهضوم جدا في الوظائف فيقولوا لا انت يعني ما بتتكلمش فما ينفعش ان انت تشتغل معنا مع ان اه في اه ادارات مثلا اه مش عارس اقول اسماء شركات بس من خلال الحملة عينت حوالي عيننا يعني حوالي الف واحد هل حضرك بتخطبوا جهات تانية عشان تتم احنا نخطب شركات نخطب مؤسسات ونخطب شركات قصة بحيث ان هما والمولات الكبيرة بحيث ان هما يخدوم حتى في حراسة الامن او في اه في اي وظيفة ادارية من الادارات الموجودة لقصة انهم فيه ناس كتير منهم بتاعف بتاعف تكتب يعني فيه حاجات اعمال مكتبية مش محتاجة ان انت تتكلم كتير بس تدريب بسيط بلغة الاشارة احفزلك كل طلباتك اللي انت عاوزال حقوقهم المهنية يعني شبه معدومة حقوقهم الثقافية شبه معدومة لان انت معندكش حملات او برامج تلفزيونية مقدمة بتعرفهم سواء افلام سواء حالة سياسية سواء ثقافة عامة او ارض كتب مفيش الحاجات دي خالص معدومة وفيه البرامج حتى التقنية اللي هما بيستخدموها فيه يعني فيه ناس منهم ضعف سمع قوي فبيستخدموا اجهزة فيه ناس ما بتسمعش خالص فيه اجهزة حديثة بتخلي السامع عن طريق عظم الجمجمة الاجهزة دي كلها مش موجودة في مصر فما بيقدرواش هتفاعل تفاعل ايجابي مع الانسان اللي قدامهم الا اذا كان عارف لغة الاشارة او شبه منها عملنا دورات تدريبية كمان للناس بالاضافة مع الجامعية ان هي ازاي تتعامل معهم او ازاي تفهمهم ازاي اتعلم لغة الاشارة فكرة الثقافة دي مش موجودة الثقافة تتعامل مع السمول بيكم او حتى الثقافة تتعامل مع المعاقين او دي حاجة مش موجودة عندنا في مجتمع يعني زي ما اتحدثتك قلت في تقديمة ان هم مفاعة مهمشة جدا في مصر الناس مش مديهم وضعهم مش مديهم المساحة ان هما يعبروا عن نفسهم يعني ان هم مرضة مالهمش حقوق واجبات علينا بالعكس هم صحاقة جدا وبيفكروا كويس جدا وفيهم بني أدمين فنانين أعوز أقولك لو شفت المعارض الرسمي اللي بيعملوها شفت معارض الصناعات اليدوية اللي بيعملوها لا فيه منهم واخد شهادات واخد فيه منهم واصل في المراحلة التعليمية لمرحلة كويسة جدا من خلال مدارس تعليم الصم والبوك فحرام إن إحنا نسيب المجموعة دي كلها أو نسيب الفئة دي كلها ونبعد إيدينا عنها هو فعلا كان الواحد كمان كان يوسي يشوف أي مبادرة أو أي كلام عن الفئة المهمشة في مصر سواء من المرشحين للرياسة أو سواء من الأحزاب كمان هو يعني كلهم بيهتموا المشكلة في الحالة السياسية هم كلهم بيهتموا بميدان التحرير وزيارة مجموعة من العشوائيات زيارة المحافظات البعيدة جوا مصر بيهتموا بالأصحاء ما طلعناش برنامج انتخابي مثلا على المعاقين مثلا أو إصاباتهم يعني سيبك من المعاقين ذهنين بس لا ده فيه فيه نسبة كبيرة جدا في مصر من المرضى ومن يعني ما كلمناش حد عن برنامج صحي مثلا يعني ما كلمناش مرض السرطان مثلا هيعملوا فيه إيه هل هيعملوا مستشفى زي مستشفى السرطان ولا هيعملوا إيه في الأمراض المختلفة تمام؟ كلهم هنحسنكم من دخلكم هنخليكم تعيشوا حياة كريمة طب ما دول برضو محتاجين يعني انت كل واحد فينا متعرض للإصابة في أيها برنامج برنامجك الصحي كمرشح للرئيس الجمهورية ايه؟ مش معروف خالص تمام؟ يعني نسيين الجانب دوت هم مهتمين بزي تاكل زي تشرب هنرفع الحد الأدنى للأجور طب دول بالنسبة للأصحاء بس فيه نسبة كبيرة جدا من المصابين واللي عندهم عهات مهمشين بالفعل مهمشين بالفعل طبعي سعرف التمويل الحملة منين؟ بس هو السزواء الغرياني شعر غنائي طبعا؟ اه يعني هو شعر غنائي يعني الحمد لله متعرض كويس فهو بيصرف عن الحملة بنفسه يعني احنا اخر حملة حتى عملناها يعني الحملة سماعت في السودان فعملنا مع الاتحاد الوطن السوداني اتفاقية ان احنا براية المشيري ان احنا نعمل فرع للحملة كمان في السودان كل جزء متحمل التكلفة المالية اللي هم اللي احنا هنصرفها سواء في الدعاية او سواء في الصرف على الجمعيات دي خاصة ان احنا كمان مثلا بناخد مثلا حملة زي حملة يا نبيع الحياة بتاعة التبرع بالدم فبنشارك معها سواء بنشارك بقعة بتنظيم المؤتمر او باستقطاب باستقطاب المجموعة بتاع السم والبكم والعربيات التبرع بالدم هناك في السودان عملنا الاتفاقية دي بحيث ان احنا برضو للسم والبكم ومش للسم والبكم كمان للشعب السوداني كله لان احنا كمجتمع عربي بالكامل احنا ما عندناش يعني ايه ثقافة سياسية طب انا ايه في انا حاجة كويسة جدا انا جات في بالي كده فكرة بعد ما تم تنصيق ما بينكم وبين السودان هل تم تنصيق ما بينكم او حاولتوا ان انتوا تكلموا حد مسلا من الدول العربية ان يبقى فيه على مستوى الوطن العربي مسلا اتحاد للسم والبكم حد بيتكلم باسمهم اه لا هو فيك في كل دولة اتحاد للسم والبكم لا بس ايه بقى اتحاد يعني ده تقول اتحاد عربي كامل اه دي في الخطة يعني انا يريد بنتمنى ضمان بس احنا يعني بدينا مع السودان الاول لان في دول متعاونة اه بتحب ان هي تشارك والبشير واللجان لاناك اتحاد الوطني السوداني اه تبنى الموضوع جدا وتحمس ليه وفي نسبة كبيرة جدا من السم والبكم في السودان فيلا نعمل حاجة مع بعض يلا نعمل حملة توعية سياسية سواء لسمه البكمة او للاصحاء او للاصحاء اه زي نعرف المواطن اه حوال انتخابية وحوال السياسية بحيث ان هو اه يقدر بعد كده يطالب اه المسؤول او رئيس الجمهورية او الوزير او 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 عضو مجلس الشعب اه بطلباته كإنسان يعني عضو مجلس الشعب مش هيأكله وشاربه بس هيعمله خدمات في حيه في منطقته في يوصل صوته لانه هو احنا اختارنا عضو مجلس الشعب عشان يوصل صوتنا طبعا بالمشاكل اللي عندنا في المنطقة بتاعتنا او في محافظتنا طيب استاذ ياسر هماء الخطوة اللي جاي للمبادرة هتكون ايه احنا مجموعة عاملين يعني عاملين مجموعة من الدراسات دلوقتي منهم دراسة 25 مدان التحرير اللي هو تاليب برضو استاذ والغرياني دي عاملين فيها دراسة توعوية عن المشاكل الثقافية في مصر والمشاكل السياسية فيه دلوقتي نظمنا بالانتفاق مع جامعة القاهرة ومع جامعة حلوان ومجمعة عين الشمس مجموعة من الدورات التدريبية برضو للشباب وطلبة الجامعة يعني ازاي تطالب بحواك الانتخابية وبحواك السياسية لان احنا حتى دلوقتي فهمنا مفهوم الحرية غلط ان احنا يعني بنعارض وممكن ان احنا بنستخدم اساليب غير لقيقة سياسيا في الحديث سواء مع المجلس العسكرية أو سواء مع الحكومة المصرية بنحاول نعمل عملية توعية لفئة كبيرة جدا من الصغار اللي اللي اتقال عليهم بعد كده بلطغي لان هم مش عارفين يتكلموا بحماس ويتكلموا يغضحهم السياسية كما ينبغي نتمنى طبعا ان شاء الله وطبعا يفكر تحسين صورة الصور دلوقتي بالذات لان متهالي هتاخد وقت شوية بس متهالي الواحد عنده عقل يميز بس احنا نبدأ بنفسنا الاول طبعا اكيد في جهة اي مبادرة سيد زياسر حمال مستشار الاعلام المبادرة انضم لنا باشكر حركة على وجودك معنا وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني نعرف وصلتوا ايه ومحتاجين من اينا احنا كاي ننتقل لفاصل ونكامل معاك وبقى فقرات نهارك سعيد